وأقول وأؤكد للناس الذين هم الآن يقفون موقف متفرج فضع الذين هم منحازون إلى حفتر المنحازون إلى حفتر هم يسعون إلى خراب بيوتهم وإلى خراب بيوت أولادهم وأحفادهم وسيعضون أصابع الندم يوم لا ينفعهم شيء لكن وجه كلامي للناس الذين هم يزعمون أنهم حكما وأن هذه فتنة وأنهم يقفون بين بين وكذا أقول لهم هذا ليس موقف المؤمن المؤمن له بصيرة ويميز الحق من الباطل ويميز الغث من السمين والمؤمن لا يمكن أن يكون مذبذبا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء هذا هو موقف المنافقين كما ذكر القرآن مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ما فيش مؤمن يكون نصفه مع الحق ونصفه مع الباطل هل يقف الآن الموقف المتفرج؟ معناه هذا منافق معناه في قلبه دغل في قلبه دخل في قلبه فساد لا يزعم أنه حكيم وأنه إذا نجح كذا وأنه يكون صمام أمان لا هو يعني إذا زعم أنه عندما يقف على الحياد يمكن يحل مشاكل الناس فيما بعد أقول له إنك بوقوفك على الحياد تمكن للظالم أنت ينبغي أن تحول بين الظالم وبين أن يتمكن هذا هو الذي يجب عليك لا تنتظر حتى الظالم يشعل المعارك وتصفك الدماء وبعد يقول سيكون لي أنا دور هذا ليس كلام المسلمين ولا المؤمنين المؤمن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذره لا يجوز المسلم أن يخذر المسلم أنت عرفت الحق الآن لا تقول أريد أن نقف لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء ليس في قاموس المؤمنين وأحد يقف في المنطقة الرمادية ينتظر هذا موقف المتربصين بكم الدوائر كما يقول القرآن هذا موقف المنافقين ترجمة نانسي قنقر